بسم الله الرحمن الرحيم في الجبون 2017 السفقات والأجواء السخانة بين الأهل والزمالك وآخر تطورات السفقات بين القطبين الدوري المصري والتحكيم المصري في الميزان النهاردة معنا خدنا راديا المميز الأستاذ إيهاب الفولي في الحقيقة خلينا أبارك طبعا الجهاز الفني المنتخب مصر اللاعب منتخب مصر على الأداء المميز مبارح وعلى الفوز اللي كلنا كنا يعني متوقعينه ولكن الحمد لله في أداء في رؤية جديدة لجهاز فني محترم بيحاول الفترة اللي فاتت أنه يجتهد ويعمل في صمت الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة هكتور كوبار كابتن أسامة نبيه كابتن أحمد ناجي الحياة الدكتور علعب عزيز طبعا مدير إدارة المنتخب مصر بيشتغل الفترة اللي فاتت بجهد شديد جدا جدا متابعة لكل مباريات الدوري لكل لعبي الأندية المصرية في الدور المصري بعد طبعا ما تم ضغطه نتيجة توقفه 50 يوم كل 3 يوم مباراة بالتالي كان عندهم فرصة كبيرة جدا أنهم يتابعوا اللعبين من خلال الدوري المصري كل 3 يوم مباراة وبالتالي كان عندهم فرصة كبيرة جدا أنهم يتابعوا إمكانيات اللعبين وقدراتهم وما وصلوا إليه من مستوى فني وبدني وزهني رغم قلة المعسكرات رغم أنه قبل اللقاء الهام أمام تنزانيا مبارح كنا بنتكلم عن أنه ما كانش فيه فرصة كبيرة لهكتور كوبار وجهازه الفني أنه يتعرف على إمكانيات اللعبين من خلال معسكر يقدر يشتغل مع اللعبين على النواحي الخطاطية والتكتيكية ولكن حياء الرجل واضح جدا بالشكل كبير جدا أنه فرض رؤيته وفرض إرادته على لعبي منتخب مصر وعلى اللقاء أو اللقاء ليه مع منتخب مصر بشكل رسمي إمبارح يمكن حياء الأول مرة منتخب مصر فيه أكتر من 19 أندية بيشارك في مباراة واحدة من خلال لعبيهم طبعا يمكن بنتكلم عن الزماليك سبورت انجليش بونا بيروجي أهل جدة بازل فورنتينا ام بي ديجلا حرس حدود كل دي عناصر موجودة داخل منتخب مصر يمكن لأول مرة من فترة طويلة جدا بنشوف منتخب مصر بيشمل مجموعة كبيرة جدا جدا من اللعبين وده واضح جدا جدا المتابعة الجيدة من الجهاز الفن المتخب مصر وكنت دايما بشيد هنا الحية من خلال برنامجنا أن الجهاز الفن المتخب مصر بيعمل الفترة اللي فاتت بجهد جديد جدا وبجدي شديد جدا وفي صمت شديد جدا على متابعة كل اللعبين عشان يبقى عندهم في النهاية قرار بالتشكيل اللي هيخد بيه منتخب مصر أولى مباراته في تصفات الأمم أفريقية أمام تنزانيا واعتقد بشكل كبير جدا أنهم نجحوا بنسبة 100% في اختيار التشكيل اختيار طريقة اللعب التوازن اللي موجود بين الدفاع والهجوم حتى توظيف اللعبين داخل الملعب شفنا ده الحمد لله في الشوت الثاني بشكل كبير جدا جدا رغم أنه في الشوت الأول كان يعني الأداء مش مرضي بشكل كبير ولكن طبيعي جدا جدا أنك تشكيل لسه لأول مرة أو لتاني مرة يمكن بيلعب مع بعض هذا التشكيل بسبب طبعا قلة المعسكرات ولكن قدروا لحياة الشوت الثاني يفرضوا سيطرتهم بشكل كبير جدا على تنزانيا قدرنا نفوز الحمد لله 3-0 خليني أخذ أحد الوجوه الشابة الصاعدة اللي هي بتتقلق يوم عن يوم والمتوقع إن شاء الله في يوم الأيام إن شاء الله هنشوف كابتن أسامة نبيه المدرب العام منتخب مصر هو إن شاء الله يخود منتخب مصر كرئيس للجهاز الفني أو كمدير فني لمنتخب مصر إن شاء الله في السنوات القادمة واللي بيعمل بجد واجتهاد شديد جدا في الفترة اللي فاتت والحياء أنا ما ببالغش في كلامي ولا بجامل لأنه ده دي الحقيقة الواضحة جدا في الفترات اللي فاتت كابتن أسامة مساء الخير